يكفي أن تنازع أحداً في سلطانه حتى ترى الأهوال وصفة جهنمية كفيلة أن تقلب كل الأمور ضدك ما رأيك؟ والله إلا كنت ابنه سيصطوبك سيتباحوك تباحوا أبنائهم واتهم بأنك آه أنت تسكت على الظلمة وعلى الظلم مظالم كذا لا 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 غير صحيح لا أستطيع لا أنا وإلا كنت أكذب الكاذبين لا أنا ولا غيري أن ننكر أن هناك مظالم وأن هناك ظلماً بس ليس اليوم عبر تاريخنا درس التاريخ بقول درس واحد يتكرر دائماً كما هو مز جانب السلطة هيجت الغول فتحت باب الجحيم عليك وعلى من معك من الذي لعب بنا ورقة ظن أنها رابحة ولم تربح وخسرت ودفعنا نحن الثمن أرواحاً ودماءاً وسجور معتقلات وتهجير ونفي من؟ اتقوا الله في أنفسكم وفي أمتكم وفي الشباب وفي الناس والله ستسألون أقسم بالله عن كل شيء قصماً بالله وفكرها لعبهم أنه لا لا في سبيل المشروع وكذا المشروع فاشل لماذا الله تبارك وتعالى رفع يده عنكم تسعون سنة بالله عليكم أليست كافية لاختبار أي فكرة؟ في عندي خطبة كنت أريد أن أخطبها من حوالي عشر سنين منعني عنها أن لا يجتم منها رأحة شماتة لا أحب هذا ليس في طبيعي هذا خلاص نصحنا وتكلمنا لما كانوا برا وفي القوة والعنفوان لم يسمعوا خلاص حرين ما الخطب كان لديكم عنوانها؟ والأخوة يعرفون كم عمر الابتلاء؟ لأن كلما قلت لهم يا جماعة هذا الذي يحق بكم يقول لك هذا ابتلاء 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 طب ما فيش احتمال ولو ضعيف يكون عقوبة؟ الدرس اللي بدأ أقول لكم هي يا شوف إن شاء الله أكون ملتزن معكم مع ضميري ومع نفسي بالصدق والصدق يا جماعة يفتح الأعين لما تشوف الأشياء بالصدق تبدأ تفهم أشياء أنت مكنتش فاهمها معنها هيئة سهلة جدا على الفهم وبعشر الذكاء تفهم بعشر الذكاء تفهم السلطة غيرا ولا تعرف الرحمة ومتوحدة وباردة ما في سلطة من حيث هيئك تقيّة وطيبة ومتسامحة ومعطاءة وكريمة إلزا يكفي أن تنازع أحدا في سلطانه حتى ترى الأهوال ومش حاكي وإقرأ تاريخك من أوله إلى آخره باستثناء الفترة الأولى أول كم من سنة ومشوف بعدين ما حصل في تاريخك يا رجل الأب قتل ابنه الإبن قتل أباه الأم قتلت ابنه الأخ قتل إخوته الصديق قتل أصحابه وخلصانه هذا التاريخ وعلى فكرة لسنا بدعا قد نكون أحسن من غيرنا بكثير لسه ترى تاريخ ربا أسوأ أسوأ هذه السلطة فلذلك أنا أقول لكم صدقوني الوصفة الجهنمية لاستعداء السلطات على الإسلام وأهله وأحبابه ودعاته هي أن تنازعهم أو تقارب أو تفهمهم أنك تريد مغانمة ماذا؟ السلطة وصفة جهنمية كفيلة أن تقلب كل الأمور ضدك ما رأيك؟ وإن كنت من أقرب المقربين لهذا السلطان والله لو كنت ابنه سيصطوبك سيصطوبك تباحوا أبنائهم تباحوا أبنائهم الخيروزان هذه زوجة المهدي زوجة المهدي ابن أبي عفا المنصور وأم الرشيد قاتلت ابنها الهادي قتلته من أجل السلطة أن تمكن لهارون عبد الله هارون الرشيد قتلت الهادي المسكين غمته بالمخداثي والله قتلت ابنها وبكت عليه سلطة لعنى من أين لكم؟ دعونا نكون ماضحين أنه لأن نحن مسلمون أو عندنا البرنامج الإسلامي وعندنا المشروع الإسلامي نريد أن نغانم السلطة وكل من يقف في وجهنا ولا يتنازل فهو كافر وعدوه للإسلام وكاره الإسلام كلام إنشائي باطل ومؤسس كله على باطل ليس كافر ولا بكرها الإسلام الصراع على السلطة الصراع على السلطة ستقول لي أنت أين تريد أن تذهب؟ لا لا أنا أقر حقائق واقعية وتاريخية كما هي لأن أتهم بأنك آه أنت تسكت على الظلمة وعلى الظلم ظالم كذا لا 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 غير صحيح وأنت تؤيد الظلمة والفلسطة غير صحيح أنا أقول لك ما هو لا أستطيع لا أنا وإلا كنت أكثر بالكاذبين لا أنا ولا غيري أن ننكر أن هناك مظالم وأن هناك ظلما وأن هناك فسادا وأن هناك مفاسد لكن ليس اليوم عبر تاريخنا وفي كل المجتمعات لم يكن مجتمعاً نقياً بالكامل مجتمعاً نبوياً مثل مجتمع الرسول حتى مجتمع رسول الله كان فيه منافقون وفيه بعض من يرتكب الزنا درس التاريخ بغول درس واحد يتكرر دائماً كما هو مس جانب السلطة هيشت الغول فتحت باب الجحيم عليك وعلى من معك وأنت المسؤول الآن عاد يبدأ يعلق الصياح الظلم والمسلم آه ما سبب الظلم هذا لماذا هم في السجون لماذا علقوا على المشاكل طبعاً نحن لا نبرر لا سجنهم ولا حتى تشنيقهم فقصد أقول أن الكلام عن الظلم والظلمة وكذا وأنت تسكت اسأل نفسك من الذي تسبب في هذا من الذي جرنا إلى أن نكون مظظومين وأن نُزجاً ويضحى بنا من؟ من الذي لعب بنا ورقاً أنها رابحة ولم تربح وخسرت ودفعنا نحن الثمن أرواحاً ودماءاً وسجون معتقلات وتهجير ونفي من؟ اتقوا الله في أنفسكم وفي أمتكم وفي الشباب وفي الناس والله ستسألون أقسم بالله عن كل شيء قصماً بالله ونفكرها لعبهم إنه لا لا في سبيل المشروع وكذا المشروع فاشل لماذا الله تبارك وتعالى رفع يده عنكم يا أخي شوف يا جماعة تسعون سنة بالله عليكم أليست كافية لاختبار أي ثكرة كافية طب أنا أعطيكم معيار عجيب غريب من نوع في عندي خطبة كنت أريد خطوبها من حوالي عشر سنين منعني عنها ألا يجتم منها رأحة شماتة لا أحب هذا ليس في طبيعي هذا خلاص ناس سجنات ناس عذبة انتهى خلاص أنا أسكت ما بدي نصحنا وتكلمنا لما كانوا برا وفي القوة والعنفوان لم يسمعوا خلاص حرين وغير ينصح كثيرون لم يسمعوا ومن دخلهم ولم يسمعوا بعد أنهم تحنوا نحن نسكت ما هي الخطبة كان يكون عنوانها والأخو يعرفون كم عمر الابتلاء كم عمر الابتلاء لأن كلما قلت لهم يا جماعة هذا الذي يحقبكم يقول لك هذا ابتلاء 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 طب ما فيش احتمال ولو ضعيف يكون عقوبة كيف هتفرقوا بالابتلاء والعقوبة ما ترسوا هاش المسألة هذه ما عندكوش معايير في معايير كثيرة على فكرة أريد ديش حق خطوبتي وفكرتي فيها بس على الأقل عندك أنت معيار عجيب جدا جدا المفروض ألا يتخلف إطلاقا وهو المعيار القرني المئوي إن الله يبعث لهذه الأم على رأس كله بأجعب ما معنا هذا الحديث ثقافيا سننيا لو تعيد إنتاج الحديث تفسير الحديث سننيا ما معناه النبي صلوات ربي وتسليماته عليه بضميمة هذا الحديث مع حديث أعمار أمتي بين ستين إلى السبعين وقل من يجاوز ذلك بضميمة هذا إلى حديث التجديد عند أبي داود والبيهقي النبي يرسم لنا رسالة عبقرية والله العظيم من أعجب ما يكون تقول كل فكرة صالحة كل فكرة فاعلة كل فكرة منتجة لابد أن تأخذ طريقها إلى الفاعلية والإنتاج والتأثير وبرهنة نجاحها في عقود يسيرة بحيث أنه إذا تم لها عشرة عقود تكون استنفذت أغراضها آتت كل أكلها حتى لم تبقى قادرة على العطاء الجديد فلابد أن تحول المحلة ماذا؟ فكرة جديدة تجديدية لذلك ضرورة التجديد كل مئة سنة نبي يقول كل مئة سنة تجديد 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 بالله عليك إذا مرت المئة السنة وإحنا في السجون وعلى المشانق وفي المنافي ودائما في موقع الضحية ما هذا له تفسير؟ إذا أريدك الفكرة أريدك أن تقول لي فكرة يقول لك لدينا ما لديه منهج ما لديه منهج تركت المنهج لكم تركت التفكير المنظم والمنهجي لكم ما شاء الله عليكم على منهجكم التشدق بالكلمات على فكرة وهذا أحد أمراض الإسلاميين والمسلمين عموما في العصر الحديث الروايبض يتكلم تظن أنك إذا نعت أي واحد بالروايبضة صار روايبضه؟ التافه يتكلم في شيء المتعالم ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ لا يا حبيبي المسائل ليس هيك ولذلك المسائل أوسعتهم شتما وأودوا بالإبل وروح يتكلم وسب أعمل قصائد هجاء أنت الخسران في الأخير أنت الضحية أنت المضحة بك أنت الفاشل اتق الله في نفسك وفي أمتك وفي دينك واضح أن هذه الفكرة لم تشتغل واشتغلت غلط بالعكس دمرت نفسها ودمرت كل من حملها لم تفدنا ضعنا ضيعت أشياء كثيرة تبهدلنا إحنا بهدلنا على فكرة وهل خال قرن من تجديد؟ حاشا لله قرن فيه تجديد وفيه مجددون وفيه علماء ربانيون ظلوا أوفياء لروح الدين وصدق الدين وجوهر الدين وبحمد الله تبارك وتعالى هم هؤلاء الذين يلهمون بالهمونا وبالهموك وبالهم وغيرنا هم هذول الحمد لله على طيرة القرن بفضل الله يلهمون على طيرة القرن الذين فهموا الإسلام في عمقه وجوهره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر